المشهد رايح الإطار راح يصير ست طارات هذا واحد والسوداني بالنهاية سيكون نموذج لكن لم يكن بالنهاية صاحب مركز وصاحب معادلة تجديد الولاية وإحنا ذاهبين بعد معادلة الاستقرار التي كان يتنعم بها الإطار التنسيقي ستكون ذات القوة في الإطار التنسيقي في الأشهر القادمة هي سبب أزمة كبير وستنقل أزمتها من داخل أروقة من داخل الاجتماعات وستنعكس هذه الأزمة في الشارع تجدها في النجف ثارة في الناصرية وتجدها في الباصرة أحيانا هذا القلق من بروز نجوم المحافظين ونجوم نجم السوداني ومعادلة أكل جرفي راح يقفز على معادلة راح يقفز في الشارع